موسيقى 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 اخافته اخافته ملحبته موسيقى سوف نحل هذه المشكلة وفعلا في نفس النهار فاش مشيت عنده عيط لي المدير ديان المؤسسة وقال لي اراني انقلت البنت ديالك القسم ديال واحد الأستاذ أخرى وقلت له أستاذ انا مش هذا اول حل رأى كينين تلامد اخرين في ذاك المؤسسة وفي ذاك القسم كينين بنية اخرين يعني مش هذا اول حل يعني خصنا نتخذ اجراء مع هذك الأستاذ وهذاك الأستاذة واخها مواما مشيت ادرت واحد شكاية ادرت شكاية وجمعت توقعات ديال الاباءره عندي 70 مهات ديال توقعات ديال الاباءره ودرت شكاية ودفعت هالى الجمعية الرئيس الجمعية وفعلا الرئيس الجمعية نادو دارت تحركة ديالو وما في ل học وصلهم الخبر ديال انارane كينينه واحد الوثيقاءة وكيني لوقع شكاية이어 وكذار نادو كيديرول له الرئيس الجمعية كي هو لحقش هو يعني حارس ذلك الدراسة نادو كيديرول له بعض المشاكيد طاحت له هذه الأستاذة ودرت عليه شكاية بأننا وضربها وكذا المهم نحن لم نترجع على هذا الموضوع ونحن نتابعنا تل آخر وهذا الشيء رغمها خصوص سلطات المعنية في هذا الأمر خصوص تأخذ الإجراءات دياله وتشوف هذا الشيء الذي يوقع في هذه المؤسسة هذه المؤسسة طرباوية يعني ليس معهد ديال تعلم شي حاجة خيبة يعني إحنا هذا الشيء وليدتنا صيف نوم يتعلموا ويقرأوا مشي تعلموا شي حاجة خيبة رادة بأمني كتشوف التلميذة أنا عندي ابنية عند عامين عند تتقرفتاني عند تتقرفتاني عندها 8 سنين ومني كتشوف هذا الحواجات ويعني غادي تكبر شوي عادي ولي جادك شي عادي غادي تطمير شي أعمال خيبة ويعني هذا الشيء ماشي معقول ونحن نتابعنا هذا الميل فاده حتى الآخر ونشاء الله كنطلبون الله من جهات المعنيات تأخذ الإجراءات دياله في هذا الموضوع ورقين بزاف ديال الأباء اللي كي يهضروا على هذا الموضوع هذا وغيمة كينش اللي غادي وقف معاهم باشي يوقفوا على الحق ونحن إن شاء الله را غادي نمشوف هذا الموضوع هذا حتى الآخر وغادي يكون خير إن شاء الله اشتركوا في القناة